قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم قاتوزو يطرو في وجه أناحي في إحدى الحصص التدريبية لأولمبيك مارسيليا نجم المنتخب الجزائري شجعت الأصود لأنه أشعرنا بالفخر الفيفا يفاجئ الجميع بهذا التصريح على لعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نرغم الإقصاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار قاتوزو يطرو في وجه أناحي في إحدى الحصص التدريبية لأولمبيك مارسيليا ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسي أن الإطالي جينارو قاتوزو مدرب مارسيليا الفرنسية كان قصيا مع لاعب أوسطه الدولي المغربي عزدين أناحي خلال إحدى الحصص التدريبية الخاصة بمواجهة ستراسبورغ اليوم السبت في الدورة الفرنسية وأشتر موقع فوتبول 365 نقلا عن صحيفة ليكيب الفرنسية ناقاتوزو تارى في وجه أناحي بعد تسديدة ضعيفة من الأخير خلال التدريب حيث قال له على مرأة ومسمع من الجميع هل هذه ضرباء؟ هذه تمريراء؟ وسجل الدولي المغربي عزدين أناحي عودته إلى التدريب الجماعي لفريق أولمبيك مارسيليا بعد غياب لمدة ثلاث أسابع بالسبب إصابة في الظهر نجم المنتخب الجزائري شجعت الأصود لأنه أشعرنا بالفخر أثناء أندي ديلور لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم على إنجاز الأصود في مونديا القطر وقال ديلور خلال حلوله ضيفا على برنامج ردود متيرة عبر قنوة الكأس القطرية شجعت المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم قطر لأنني فرنسية المولد ونصف فرنسية الجنسية وتبع لاعب أمسلال القطري شجعت المنتخب المغربي كذلك لأنه أشعرنا بالفخر وذكرنا بإنجاز المنتخب الجزائري خلال كأس أمم إفريقيا 2019 التي توجن بها يذكر أن الأصود دخلوا التاريخ باعتبارهم أول منتخب عربي وإفريقي ليصلوا إلى نصف نهاية كأس العالم باحتلالهم المركز الرعبي عالميا الفيفا يفاجئ الجميع بهذا التصريع للاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة رغم الإقصاء تغني الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدام فيفا بالمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة رغم الإقصاء من دور ربع نهائي كأس العالم المقام حاليا في أندونيسيا أمام المنتخب المالي بعد الهزيمة بنتجة هدف السفر وشارك حساب الفيفا على موقع التواصل الإشماعيكس فيديو للاعب المنتخب الوطني المغربي بعد صافرة نهاية المواجهة أمام مالي معلقا عليها أشبال المغرب يودعون البطولة برأس مرفوع وكان المنتخب الوطني المغربي قاب قوسيني وأدنى من تعديل الكفة في الأنفاس الأخيرة من المواجهة لكن شباك المنتخب المالي ظلت مستعسية على أبناء سعيد شبا ما جعل اللقاء ينتهي بتفوق نسور مالي الإعلام والإماراتي جامعة الكرة المغربية الأفضل في العالم والاتحاد الإماراتي مطالبون بالاستفادة من هذه التجربة الناجحة أشهد الإعلام والإماراتي بالأداء الجيد والباهر للكرة المغربية ومنتخبات وأنذية مشيرا إلى المنتخبات المغربية بكافة أعمارها شرفة الكرة العربية سواء منتخب الكبار بالعالم أو المنتخب النسوي الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه تمنى نهائي كأس العالم دون نسيان كرة القدم للصالات وكرة القدم للأنذية حيث حصدت تتويجات من أنذية المغرب الرجالية والنسوية وخصص الإعلام والإماراتي حلقات كاملة على قنوات متخصصة في الرياضة للحديث عن النجاح الذي تحققه الكرة المغربية قاريا وعالميا مشيرا إلى أن نجح السياسة الرشيدة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس وحنكت التدبير برئاسة فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشيرا إلى أن تعين الإطار الوطني وليد راقراجي أعطى توهجا أخر للكرة المغربية وشجع بقية الأطر المغربية على الاشتهاد ورفع التحديات وهو ما نجحوا فيها ووجه إعلامي ومحلل رياضي إماراتي كل التحية والتقدير للقائمين على إدارة الكرة المغربية متمنين في ذات الصدد هذا الانسجام بين المدربين واللاعبين وبين المسؤولين ومنتخباتهم بمختلف الأعمال والأجناس ولفت الإعلام الإماراتي أيضا إلى أن تفوق المغرب في أدائهم الكروي تمرت عمل جبار وإرادة حقيقية استطاعوا من خلالها أن يحصدوا جوائز وميداليات وكؤوس وهو عمل يجب أن يحتدى به من قبل المنتخبات العربية الأخرى وعبر الإعلام الإبارة عن فخره بهذا النوع من المنتخبات العربية المميزة والتي تضم مسيرين ولاعبين ذو حس وطن كبير يمارسون كرة القدم من أجل بلدهم ومن أجل رفع عالم دولتهم خلال كل تظاهرة رياضية وهذه مشاعر تدفعنا إلى الفخر كشعب إماراتي بهذا البلد العربي الذي شرف الكرة العربية وأشار الإعلام الإماراتي إلى تنظيم المبهر داخل منتخب أصد الأطلس حيث يتمتع بمدارب مغربي وبطاقم طبي مغربي وطاقم توجيه مغربي وهذه عوام الأساسية ساعدت بقوة على تألق المنتخب المغربي بموندي القطر 2022 وخصص الإعلام الإماراتي حلقة كاملة للحدث عن مميزات المنتخب المغربي على اعتبار أنه أفضل منتخب عربي إلى حدد اللحظة ومن الضروري الاستفادة من مؤهلاته وجعلها من ضمن أولوية منتخب الإمارات العربية المتحدة ولم يخفي الإعلام الإماراتي عجبه الشديد بالدعم الملكي ووقوف جلالة الملك محمد السادس على تطور الكرة المغربية في جميع المحطات وأيضا مساهمات وحضور فوز القجع بكاريزم المسير المحنك في كل المناسبات التي تشارك فيها المنتخبات المغربية كما دعا الإعلام الإماراتي إلى خلق توأمة بين الاتحاد العربي الإماراتي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاستفادة من الخبارات التي باتت تتمتع بها الكرة المغربية وأصبحت من خلالها رائدة هذا وتطرق الإعلام الإماراتي للمنتخب المغربي في أتى السيدات وقال بأنه فارق كبير ومتجانس وبات يضم أسماء لعبات متألقات وهو منتخب أيضا قد حفر اسمه من ذهب العديد من البطولة وحصد على نتائج مشارفة جدا واختتم الإعلام الإماراتي في حديث عن الكرة المغربية بأنها في الطريق الصحيح وبات اسمها علامة دولية تحشاها المنتخبات العالمية وهي مكانة جاءت بعد تخطيط كبير وجهود وعمل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة التي يقودها فوز القجع وخصص الإعلام والإماراتي حلقة كاملة للحدث عن مميزات المنتخب المغربي على اعتبار أنه أفضل منتخب عربي إلى حدد اللحظة ومن الضروري الاستفادة من مؤهلاته وجعلها من ضمن أولوية منتخب الإمارات العربية المتحدة ولم يخفي الإعلام والإماراتي عجبه الشديد بالدعم الملكي ووقوف جلالة الملك محمد السادس على تطور الكرة المغربية في جميع المحطات وأيضا مساهمات وحضور فوز القجع بكاريزما المسير المحنك في كل المناسبات التي تشارك فيها المنتخبة المغربية إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم غاتوزو يطرو في وجه أناحي في إحدى الحصص التدريبية لأولمبيك مارسيليا نجم المنتخب الجزائري شجعت الأصود لأنه أشعرنا بالفخر الفيفا يفاجئ الجميع بهذا التصريح على لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نرهما الإقصاء والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر